سيد النائب طريق عايزة عارف ايه تقييمك لشباب التنسيقية كنواب محافظين يعني انا طبعا من في رأيي انه من الباكر انه احنا دلوقتي نقيم لانهما لسه يعني متولين بقالهم فترة قصيرة جدا انا في رأيي انهما مقدهمش غير النجاح او النجاح التجربة يعني مثلا لقدر الله يعني هل مثلا بتتواصلوا معهم في التجربة عاملين ايه في التجربة دي دي تجربة انا شايفة الاساسوها الحقيقة هم اه من دحك عايزة تقولها يعني جديد في المهام وفي احمال كتير عليهم فوس انهم صغير برضو هم بيتفرموا ومش في احمال عليهم احنا احنا يعني لما نتطمن على البعض ايه وضعه وهو بيعمل ايه هم ما بيروحوش بيوتهم بيشتغلوا تقريبا طول الوقت بيدرسوا كل الملفات اللي بيشتغلوا فيها بيحاولوا جمعوا اكبر معلومات ممكنة عن اي ملف هم بيشتغلوا فيه موجودين في الشارع ودي حاجة برضو انا في تقييمي شيء رائع ان هم لمسين الشارع وبتحركهم المكاتب وبينزلوا بيتحركوا بيشوفوا تابعوا مع المواطنين ايه الشكاوى اللي موجودة ايه المشاكل فانا انا يعني انا بتمنى لهم انهم يستمروا على هذا النهج وانهم يستطيعوا النجاح لكن عايز اتطرق بسرعة لفكرة التنسيقية بما باعتبارها من مسألة الادبيات التنسيقية هي فكرة عبقرية من عشر سنين ان لما بدأت يعني اشتغل في العمل السياسي وابتديت اقرأ عن ما فات من العمل الحزبي بتعودين الاحزاب تتخانق مع بعض وبتاكل في بعض وانه لا يمكن انه يبقى كان فيه تجربة فاتت لهذا التجمع الضخم جدا من الاحزاب ومن الشباب من اليمين اليسار قاعد على التراويزة وبتكلم وتوافق وممكن نختلف لكن بعد في نهاية اجتماعنا احنا بنوصل لتوافق ما وبنضع ادبيات النهاردة لنا في العلاقة بيننا وبين بعض فانا بعتقد ان احنا بنقدم نموذج محترم جدا ونموذج في اعتقادي بعد كده هيوصلنا في انهو تاريخي لان احنا فيه سياسيين بيعودوا على التراويزة وبيتفاهموا وبيقدروا انهم يوصلوا على قاعدة وطنية بحتة لامور في خدمة الوطن وفي خدمة الحياة السياسية فانا بتمنى لديه تجربة انها تستمر وبتمنى لزملائي نواب المحافظين واحنا يعني سايبينهم دلوقتي لا طلبات احاطة ولا اسئلة ولا اي شيء يعني سايبينهم يعني يقدروا انهم تجربتهم هتسوهم قد ايه لا لا مش كتير لكن لكن هو بالذات زميل محمد موسهم نوفي زي حالاتي فانت بترطب عامله في محافظة الساعة لا بس مش هتطول بقى